مرحبا بكم من الرموز الأساسية اللي راح تجدها في الويرين دايقرام طبعا كل مصمم الى الحق في وضع رموز معينة واكو رموز ما الحق يغير بها كأن يكون مثلا صفر DCV صفر DCV أو Zero DCV هذا يستخدم للجهد المنخفض في دوائر DC و 24 DCV هذا يستخدم في الـ High Voltage في اللي ينطي Power Supply للمنظومة بعد من الممكن تجد VA VAC يعني Volt AC 130 أو 220 أو الى آخره وتجد الـ N هو اللي ننزوله للـ Neutral وتجد الـ PE وهو الـ Protection للـ Earth يعني هذه الأساسيات تجدهم في أغلب الـ Wiring Diagram الزين الأسلاك ممكن تجدها على شكل خطوط طبعا كاتب لك كل واحد و السمك مالتا نستخدم فرضا 1 مليمتر تربيع أو 1.5 مليمتر تربيع أو ممكن تجد اللون مالتا في بعض الأحيان أو ممكن لا تجد اللون تجد مثلا حرف مثلا J-B J-B يرمز إلى Djection Box أو تجد الحروف مثلا الـ H-H يرمز مثلا في مرسلات الـ Level الـ H-H يرمز إلى High High Level يعني اللي بعدها يصير Shut Down مثلا أو الـ H يرمز إلى High Level اللي بعدها يصير فتإجراء معين لازم يصير بـ Feedback زين و الـ L يرمز إلى Low Low Level يعني هنا لازم يصير عندك Shut Down أو Fetchy Emergency و الـ Air Level يرمز إلى Low يعني لازم يصير عندك Feedback ويصعد الضغط Level حسب المكان اللي جاي تستخدم فرضا تسميات مثلا MCC أو Motor Motor Cabinet لاني يرمزوهم للكابينات اللي تاخذ جهد عالي أو اللي تستخدم تيار متناوب ممكن تجد حرف H للهورن للإنديكيتر للشغلات اللي تنطيك Output مباشر للـ Operator ممكن تجد حرف S يمكن يكون للسويتش للسويتشات المستخدمة السلكترات Toggle Switch للـ Push Button ممكن تجد حرف P حرف P يستخدم لـ Counter وما إلى ذلك في أغلب الأحيان تجد حرف A هو للـ PLC و للملحقات للـ PLC مثلا HMI أو وحدة الإخراج أو المربوط مثلا Digital In Digital Out أو Analog In Analog Out هذول ممكن تجدهم باسم حرف A ESD 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 هو للـ Emergency أغلب الذوائر يسمون ESD ويرمزون لدائرة Emergency UPS معروف UPS يوفر لك يوفر لك الطاقة في حال ضياع الطاقة الرئيسية لفترة محدودة الـ PS دائما يرمزون للـ Power Supply بالـ PS هو اللي يغذي لك المنظوماتك أو هو اللي يخفض لك الجهد حتى تتعاملوا إياه السنترات الـ F ممكن تجدها في Circuit Breaker يرمزون بالـ F والـ K يرمزون بالـ K زين لو تجد المرسلات مثلا P-I والـ T-T والـ L-T P-T هي Pressure Transmitter والـ T-T هي Temperature Transmitter والـ L-T هي Level Transmitter وممكن تجد على محرك Three Phase حرف M يرمزون للمحرك وممكن تجد مواصفات هذا المحرك كأن يكون I التيار هي أمبير والـ U النوع الذي يستخدمها الفولتية مثلا VAC و P أكيد هي 30W هذا الرموز تجدها في أغلب الـ Wiring diagram يجب تعرفها حتى تستطيع تتعامل بسهولة مع الـ Diagram الذي لديك تتعامل بسهولة